فوز معتاد وكبير ورائع لنادي الزمالك لكرة اليد على النادي الاهلي ضمن مباريات الجولة السبعتاشر من الدور التمهيدي للدور المباراة خلصت اتنين وعشرين عشرين الزمالك كان تفوق في الشوت الاول بنتيجة تسعة خمسة وحافظ على تقدمه هذا في الشوت التاني رغم ان الاهلي كان بيحاول يرجع اكتر من مرة عموما الدورة هيستنب في شهر فبراير المقبل عقب نهاية او نهاية كأس الامر الافريقية في تونس هارد لك ليه النادي الاهلي مليون مبروك لنادي الزمالك فعلا نادي الزمالك في هذه اللعبة في حتة تانية خالص الاهلي عايز طبعا شوية شغل كبير جدا عشان يقدر يلاحق الزمالك في بطولاته في كرة اليد ولكن الزمالك في كرة اليد تحديدا وهو اقوى فريق مصري بشكل واضح جدا على مستوى البطولات وعلى مستوى النتائج